إذن نبدأ أول ملفات مدار الغد من العراق الذي يشهد تطورات متلاحقة وتجدداً للمظاهرات قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات المبكرة فبعد تجدد المظاهرات ووقوع اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحة ثارت تساؤلات حول أسباب تجدد المظاهرات ومن المستفيد من ورائها وعن مستقبل الانتخابات المبكرة إذن حديثنا عن الشأن العراقي ومواقف القوى السياسية مع ضيفنا رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي لكن بعد أن نلقي نظرة سريعة على أبرز الأزمات التي تواجه الحكومة العراقية ترجمة نانسي قنقر رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وزير العلوم وتكنولوجيا ما بين عامي 2006 و2010 باحث اقتصادي في لجنة إعداد خطة التجارة الخارجية ووزارة التجارة العراقية كما يحاضر في كلية الاقتصاد بالجامعة المستنصرية إذن أرحب بك دكتور رائد فهمي في مدار الغد وعلى شاشة قناة الغد اليوم في ظل هذه المطالبات والمظاهرات في أشوارع العراقية لتحسين الأوضاع السياسية المعيشية والخدمية أيضا أين يقف الحزب الشيوعي من هذه المطالبات وهذا الحراف؟ أولا تعياتي لكم ولطاقمكم ولجميع مشاهدي قناة الغد الكرام نحن الحزب الشيوعي دائما يتبنى مطالب الناس ومطالب الحركة الاحتجاجية والانتفاض الباسلة ومنهج واضح منذ سنوات وهو أن النهج القائم حاليا على أساس المحاسس الطائفية والأثنية وطريقة تقاسم المواقع والإدارة الدولة على أساس هذه الانتباعات هذا نهج لا يؤدي سوى إلى الأزمات ونحن لاحظنا على مدى السنوات الماضية أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في حل الأزمات وحذر وإنما أدت إلى إنتاج أزمات جديدة بحيث وصلنا اليوم إلى أن الدولة غير قادرة على تزديد رواتب الموظفين وهذا أهم الاتزاماته ونعتقد أن نهج المخاصصة ومنظومة المخاصصة الحاضنة للفساد هذا الفساد المستشري وأيضا غير قادرة إلى حد كبير على حماية الاستقلالية القرار السياسي العراقي وأن تحصن العراق من التدخلات الخارجية المختلفة هذا يرادل تحتاج إلى تغيير حقيقي في نهج الدولة وفي توجهته وجاءت الحلقة الانتفاضة الباسدة وهذه الكمل هائل من الشهداء وبهذا العنفوان الذي أدى إلى أن يتعرض أكثر من 25 ألف أحد من المتظاهرين إلى أشكال مختلفة من القمع والأذى والاختيالات وما إلى ذلك ليؤكد أمق الأزمة ويؤكد أيضا أن الشعب الأوساط الأكبر من الشعب العراقي الآن متضررة من هذا النهج وأنها لم تعد تقبل بأن يستمر الأوضاع على ما هي عليه في ظل استقطاب في الدخل في الثروة هناك ثروات هائلة تشكلت في كثير من حيان على حساب المال عام مقابلة هناك فقر متسع لاحظنا اليوم أكثر ملايين هم تحت خط الفقر أحتقل 7 و 8 مليون تحت خط الفقر مستويات الجهل والأمية تصل إلى أيضا 5 إلى 6 ملايين البطالة معدلاتها الرسمية تتحدث عن 22 وربما بين الشباب أكثر من 30% ويوميا نجد وكل سنة نجد 400 ألف مواطن شاب نسبة كبيرة من الخارجين لا يجيون فلس عمل واليوم يفترشون الشواب يعني وهذا دكتور يعني يجعلنا نستغرب ونتساءل في نفس الوقت بلد ثري مثل العراق لماذا في كل مظاهر الفقر البطالة سوء الخدمات سوء الظروف الصحية والمعيشية لماذا؟ من المسؤول عن كل الذي ذكرته؟ المسؤول هو هذا النهج المتبع على مدى حلقة 15 سنة يعني هم الآن المسؤولين يعترفون أن المشكلة بالعراق ليس مشكلة الثروات وأنه مشكلة إدارة الثروات ولكن هذا أيضا تشخيص ناقص لأنه السؤال لماذا هناك خلل في إدارة الثروات؟ لأنه ربما لم يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب لما لم يتولى المسؤولية من أهل لها هذا واحد ولكن لماذا لم يتولى المسؤولية من أهل لها؟ لأن هناك نهج مال محاصصة تقاسم المواقع على أساس الولاءات والانتماءات سواء المذهبية والقومية والولاءات السياسية يعني تحدثتم في هذه النقطة خلال لقائكم الأخير مع رئيس الوزراء العراقي ترحتم نظاما بديلا لنظام المحاصصة والطائفية ونظام الفساد كما أسميتموه لو تعطينا ملامح هذا النظام ما هي الطريقة أو الخطة البديلة لهذه الآلية الموجودة اليوم في العراق؟ يعني الوجهة الرئيسية أن ننتقل من دولة المكونات كما يسمى وترجمتها العملية هي دولة المخاصصة وكل إخفاقاتها وكل آثارها الوخيمة إلى دولة المواطنة ودولة المواطنة معناتها أولا على صعيد الدولة اللي اليوم الكل يعترف أن هذه الدولة المتضخمة المتراهلة الغير قادرة عن جهاز المستشرفي الفساد وقلنا الأسباب ليش فإذا نازم نعتمد نسير نحو دولة والوظيفة العامة تعطى لمن هو أهل منها وليس على أساس أي معيار من معايير التمييز ما أمكان يتحقيق ذلك اليوم على أرض الواقع؟ أنا قلت هي طبعا هناك مصالح عديدة تقب بوجه ذلك لكن نحن تتوفر إرادة سياسية وهذه الإرادة السياسية تأتي على قمة السلطة حدث اليوم رئاسة وزراءة وربما إذا باش عقبه بمجلس النواب وتسير على هذا الطريق نحن ما عدنا تصور أنه بين يوم وليلة الوضع حينقلب يعني رأسا على عقب ولكن من الممكن جدا أن تسير على هذا النهج نهزة الإصلاحات الحقيقية وليس مجرد نقاشات إصلاحات إصلاحات نتحدث دون أن يتحقق شيء على هذا الواقع طريق الإصلاحات الحقيقية أنا في تقديرنا أنه هذا ممكن ليش ممكن؟ لأنه أولاً أكويرادة شعبية كبيرة هي ممكن تدعمها كذا خط وأي قوة سياسية أو قوة سياسية تسير على هذا النهج ممكن أن هي بفضل تأييد شعبي وأدوات الدولة أن تتغلب عن كل أشكال المقاومة طبعاً هذا قلناه حتى سواء السيد كاظمي وحتى قبل عندما التقينا مع كل موسائق سابقاً أنت اليوم لا تنظروا إلى الاحتجاجات الشعبية كتهديد أنتوا انظروا لها بالعكس كسند إذا كان عندكم توجهات حقيقية في الإصلاح أو في التغيير فهذا الاحتجاجات هي عنصر ساند ونحن لاحظنا على مدى هذه السنتين وثلاثة الأخيرة أن أي تغييرات حقيقية لم تأتي إلا بفضل الاحتجاجات قانون الأحزاب لم يأتي إلا بعد احتجاجه ألا ترى بأن هناك ربما من من مصلحته أن يلعب على وتر الشارع العراقي حتى هذه المظاهرات اليوم البعض يصفوا بأنها أصبحت صراعات شعية شعية أليس هناك أجندة خارجية تتدخل حتى في هذا الحراك؟ هذا الحراك صار ببعد شعبها جداً ويشكل قوة مؤثرة بالمشهد السياسي بالتأكيد أتحاول قوى مختلفة داخلية وخارجية أن يتأثر عليه هذا يعني ما أكون جدد بها ولكن أن نختزل هذا النهوض الشعبي هذا الحراك الشعبي الكبير المستند إلى مطالب مشروعة والكل يقر بمشروعيته سواء سياسية مقتصادية مجتماعية أن يختزل هذا الحراك إلى تدخلات خارجية ويعتبره مؤامرة ويعتبره متحرك من الخارج هذا في الموقف أولاً من مناقض الواقع وبيه استخفاف بهذه الجموع التي قدمت مئات الشهداء هل من المتوقع أن هؤلاء الشهداء راحوا كلهم هم صنيعة لهذه الجهة وتلك كيف هذا يمكن أن يدرك أما تقولي الآن أنه حاولوا قوى أن تفكك هذه الانتفاضة أن تدخل بين صفوفها بين شتت قواها بين تستميل بعضها بين تهدد بعض الأقض نعم نعم هذا موجود أما حديث عن صراع الشيع الشيعي شوف هذه محاولة للتشويه طبيعة الصراع هو نعم واحد يقول بشكل مبسط يبدو شيعي وشيعي بس يا شيعة يا شيعة إذا استردت أن يستخدم هم الناس هو صراع بين جماهير شعبية واسعة مكتوية مكتوية بالبطالة مكتوية بغياب الخدمات مكتوية بالتمييز شباب لا يجد له أفقا بالمستقبل يشوف مستقبل غامل هو لا عمل له وبين أيضا قوا حاكمة أيضا من نفس تنتمي لنفس المذهب أو لنفس الطائفة ولكنها هي المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع فإذا انتلاحظون إنه هو صراع ببعض سياسي ببعض اجتماعي ببعض اقتصادي أما كونه مشيعة شيعة لأنه نفس المشكلة هي موجودة حتى بالمحافظات الأخرى سواء المحافظات اللي ذات الأغلبية خلو نقول باللون الطيف السني وحتى في كردستان أكو صراع اليوم كبير جدا بين الغالبية غالبية المجتمع المتضررة من هذا النهج والتي تعيش إنه هناك من نتائج الفساد من نتائج توزيع الثروة من نتائج أهمال الخدمات العامة من نتائج تردي التعليم تردي الصحة وغيرها من المضال وبين الجهات المتنفذة التي مستحوذة على هذه الأموال التي محتكرة للسلطة سواء السلطات لا أقول سلطة واحدة السلطة السياسية التنفيذية والترشيعية وحتى جزء كبير من الإعلام وحتى جزء كبير من السلطة المالية ونهي سلطة السلاح فإذا هو صراع اجتماعي صراع اقتصادي البعض يريد ينطيب بعد طائفي أو بعد قومي للتغطية عن طبيعة هذا الصراع نعم اليوم إذا تشوفونا اليوم تقول لي بالناصرية تقول لي بالبصرة تقول لي بالكوت وبالواسط على شون طالعين لو ما طالعين الشباب هذا يريد عمل هذا يريد خدمات أفضل هذا يريد يحتاج عن ممارسات سلبية هذه ما عادت القضية يحتاج على طائفة أخرى وعلى دين آخر الأمور اختلفت ولذلك الانتفاضة الأخصة بشعار أن نريد وطن أن نريد وطن معناته يتعدد وتجاوزت هذه الانقسامات وهناك اليوم من يحاول أن يعيد البلاد إلى الانقسامات الطائفية أو يريد يصور الصراع وأنه صراع طائفي أو قومي وأثني لأنه هذا وفر فد أرضية للقوى المتنفذة لنغطي مصالحها الفئوية الضيقة والصورة وكأنها مصالح قطاعها وهنا نتحدث عن دور الأحزاب السياسية في العراق في اليوم نلاحظ هناك فجوة بين هذا الحراك وبين بعض الأحزاب السياسية في العراق ماذا عن الحزب الشيوعي ماذا عن تحالفاته مع بعض الأحزاب الدينية والليبرالية أيضا كيف يمكن أن تحدثنا عن هذه الجزئية نعم أولا هو الحديث بالمطلق عن الأحزاب ككل هو هذا مو دقيق ليش لأنه أنا أخذ بعض الأحزاب الأحزاب هي معبر لا لا ماذا أتكلم عليه كلام مش دقيق هذا أتكلم عن بعض من مرات تطرع شعارات ضد الأحزاب مو كلهم فأنا أريد أن ندقق الفهم الأحزاب هي أشكال من التنظيم السياسي والاجتماعي الغرض منه التعبير عن مصالح فئات وشراء اجتماعية وهذه الأحزاب قسم منه إلى سياسات ومنهج ظهر وإلى منهج آخر إصلاحي ومنهج إيجابي ومنهج يدافع عن حقوق فلا نتحدث عن فكرة تشكيل الأحزاب ولا نتحدث عن سياسات ذات الأحزاب وعن مواقفها وعن شخصها هاي واحد اثنين نعم الأحزاب المتنفذة التي تفضلتي بذكر بعض الأحزاب الأحزاب التي مسكت بمفاتيح السلطة على مختلف المستويات نعم هي تتحمل مسؤولية عما أهل للوضع ولذلك المواطنين والمحتجين والمنتفذون عندما يرفعون عن الأحزاب ويخصون بالأحزاب المتنفذة هم محقين هم ذول هم ذول كانوا يرسمون السياسات هم الذين كانوا ذول يشخصون يعينون بالأجهزة المختلفة هم أيضا كانوا يتصرفون بالمال عام احنا بالنسبة احنا عندنا وجهة معينة احنا قلنا البلد لازم يغير من نهج يغير من 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 توجهات لازم ننزيح هاي منظومة المحاصصة ومنظومة حاضنة الفساد وهذه يرادلها تغيير في موازين القوى فحنا من اتحالفنا حتى من طرب مع في اطار سائرون اتقولوا لاحظ المنهج البرنامج اللي تحالفنا به على اساس اتحالفنا على اساس احترام متبادل لاستقلال ربما اقذت عليكم هذه النقطة دكتور تحالفكم مع شارك نعم انا افتهم اخذها انا افتهم اخذها بس انا اريد اقولها وضحها يعني احنا ليش سوينا دخلنا ودخلنا على برنامج يهدف لتغيير هذه الوضاح بمعنى بمنامع بحديث عن دولة مواطنة بحديث عن الخلاص من المحاصصة بحديث عن محاربة الفساد بشكل جذري بحديث عن اصلاح بناء الدولة ونهج اقتصادي وتأمين ضمان اجتماعي وواقع اجتماعي واقتصادي افضل للناس هذه الاهداف مالته وقلنا بما نتحدث عن تغيير موازين القوى فلازم اكيد انه هذا الجمهور جمهور خلال اذا حدثنا عن التيار الصدري اللي هو جمهور من الكادحين يعني جمهور من المناطق الشعبية اللي هي مكتوية بنار الازمة فاكو مشتركات بيننا احنا باعتبارنا كحزب يدعى الى خدمة مصالح الفئات الشعبية وخاصة الفئات العاملة الفئات كادحة الفئات الشغيرة شغيرة سوى شغيرة اليد وشغيرة الفكر نعم هذه المشاركات نتساءل عن الثوابت والمتغيرات في استراتيجيات الحزب ما هي الثوابت لديكم وما هي المتغيرات الثوابت هاي فكرتها يعني احنا اليوم احنا شعارنا الآن خلال هذه المرحلة شعارنا المرحلة اللي خلنا نسميه دولة مدنية ديمقراطية وعدالة اجتماعية شنقصد بها بذلك انه نحتاج الدولة المدنية الديمقراطية التي تقربها للناس اقول هي دولة تعتمد المواطنة هي تعتمد تعتمد على معاملة ابناء الشعب بصورة بصورة عادلة وبصورة بصورة متساوية بدون اي شكل من اشكال التمييز ودولة تقام على اساس تعتمد القانون القانون العادل اقصد بها دولة تعتمد سياسات تتأمن عدالة اجتماعية تأمن تأمين الاحتياجات الرئيسية للمواطنين العيش الكريم تأمن بشكل خاص تركز على التعليم تركز على الصحة وتأمن على جهاز دولة يعتمد الكفاءة والنزاهة وما الى ذلك محاربة حقيقية للفساد هذا الشعار الكبير هذا الشعار وكل تكثيكات اذا سميتها المتغيرات يعني التعاملات والتلافات وغيرها هي تصب في هذا الهدف الصب الى خلق موازين قوى ضرورية لأجل السير بهذا التجاه ومتى ما رأينا انه اي تحالف واي صيغة لا تؤدي هذا الغلط طبعا احنا في حل منه فهذا لا نحيي عنه لا يمكن ان نأتي بخطوة تذهب بالضد من دولة المواطنة لا يمكن ان نأتي بخطوة تذهب بالضد من الحريات لا يمكن ان نأتي بخطوة تأتي بالضد من قضية العدالة الشيماعية ومن ضد السياسات التي تأمن تستجيب لمصالح أوساع الناس هذه هي الثوابت من الثوابت ايضا ان نحن دائما نقف وننحاز الى مطالب الناس تلاحظت طوال السنوات الماضية احنا لعبنا دور كبير في احتجاجات 2011 وفي احتجاجات 2013 وفي احتجاجات يعني في السنوات السنوات اللاحقة في احتجاجات 2015 الى 2017 وحتى الان ايضا احنا اننا دور في هذه الانتفاضة هذا منهج ثابت نحن نقف مع المطالب العادلة للناس ونقف بثبات ونقف الى النهاي وسنستمر ونحن نعتقد طلاحة انه هاي التغييرات اشرت في اسئلتك انه هاي شوء ممكنة وها صعبة وهذه هالأك واقعية احنا ندرك تمام الادراك انه تغيير هاي التغيير فيه نهج الدولة وفي السير على هذا الطريق اللي نشير الى يحتاج الى موازين قوى كبيرة يحتاج الى تغلب على مقاومة قوى متنفذة راسقة في نفوذة ولذلك نحن نعمل على ان نعتقد انه الضغط الشعبي وبالتالي نتعبر عن الاحتجاجات الضغط الشعبي السلمي اللي نشير على قضية السلم نأكد على الاحتجاجات السلمية والاحتجاجات اللي ترفع مطالب عادلة نعتقدها هو فدعاصر مهم في عملية التغيير ونعتقد اي قوة حقيقية سياسية تريد الاصلاح والتغيير والتغيير الفعلي لابد ان تستند الى هذا العراك الشعبي وليس تسعى لاحتواء ومقاومة وتفكيك وتنظر الى كتهديد نحن نقول عليه هذا متهديد هذا فرصة هذا ليس تهديد نعم اي تجاوزات واي محاولة لدفع بالتجاهات تسيء الى السلمية او الى اضراب الممتلكات العامة او الى اخره يعني هذه مرات الفوران الشعبي عفويا قد تأتي بعض الامور بس امور من هذا القبيل نحن نعمل على ان نسعى ونطالب ونعمل مع كل هذه القوى الحقيقية لانتراء السلمية ولاحظنا انه بعض من يحاول ان يدفع الامور بالاتجاهات العنفية قسم منها يقال متسوسون بس ومن هم المتسوسون الانتساسية من عدة اطراف العلم وهنا دعنا نتحدث ولو بشكل مختصر عن دور القوى الاقليمية دور الاجندات الاجنبية دور الاذرع التخريبية اليوم التي بتأكيد ليس من مصلحتها ان يستقر العراق وينهض لا سياسيا ولا اقتصاديا كيف يجب التعامل مع هذه الاجندات حوش حسد نبدي من النقطة الاخيرة أن استقرار العراق استقرار واحنا قلنا استقرار كيف يتم الاستقرار الاستقرار لا يتم لم نعالج هذه المشاكل التي أشرنا عليها هل نتوقع أن يتم استقرار بالعراق واكو فساد مستشري بهذه الدرجة هل نتوقع أن يكون استقرار بعراق وكو تمييز هذا الديني أو طائفي هل نتوقع أن يكون استقرار وكو قوى مسلحة تتحرك بحرية في كثير من عيات بصورة منفلتة على حساب الدولة وعلى حساب مؤسسات الدولة وعلى أساس الحريات هل ممكن أن نتوقع أن يحدث استقرار وأن نلاحظ أنه بناء الدولة وصيغة التحاصص وصيغة إدارتها تفتقد إلى رؤية موحدة وتفتقد إلى المشروع الوطني وتفتقد إلى المصلحة الوطنية وإنما هي كلها مصالح جزئية وبالتالي أكيد أنه عدم الاستقرار هذا قد يدفع يمنع التنمية يمنع البلد أن يحسن استعدام ثرواته يمنع البلد أن يحدث به تراكم سواء تراكم معرفي تراكم مؤسسي إلى آخره هذه كل الأمور الصوب في خدمة الكثير من الدول وكثير من الدول الجوار التي حولت العراق إلى مجرد سوق سوق لأسلعها سوق لبضاعتها ونحن نلاحظ اليوم ما شاء الله نحن سوقنا موجودة كل بضاعة أجنبية سواء من دول الجوار أو من البلدان الأخرى وأموالنا حقيقة كلها بدل ما تذهب لتنشط الصناعة الوطنية وتنشط الإنتاج الوطني تذهب كلها لتشيط الصناعات بالخارج وبالتالي لأنه هناك المشروع وطني والانتماء الوطني بالقوى السياسية الرئيسية المتنفذة ما متوفر كثيرا لأنها قائمة على محاصصة هذه على المصارح الجزئية وبالتالي هناك حالة استقواء بالخارج وهذا الاستقواء بالخارج ليتم على أساس استفافات أو علاقات أو دعم يجري تلقي مع هذه الدولة أو تلك من سواء من دول الجوار أو من الدول البعيدة فإذا نعم الدول الخارجية سواء الجوار أو غيرهم في كثير من الأحيان يعني هم يشوفون بلد بلد يمتلك ثروات يمتلك قدرة شرائية ويمكن أن يستوعب الكثير من بضاعتهم ومن إنتاجهم والنقطة الثانية هي بعد جيو سراتيجي وهو شكل تهديد سياسي أيضا إلى ساحة نعم وهو شكل تهديد سياسي وأسكري أيضا نعم يعني هو العراق الآن نجعلها العراق الآن بما أنهم هذه الدول بعضها هي عدة سراعات وتناقضات فيما بينها مع دول كبرى مع دول كبرى سواء الولايات المتحدة أو غيره فالكثير من هذه الأمور يجري تصفيتها أو خوض هذه السراعات على الساحة العراقية وإذا بدتم العراقي يذهب هكذا لثمنا لهذه السراعات التي البلد لا ناقع ولا بايف بهذا الشيء أنا أعتقد العراق المستقر العراق الذي قادر على أن يركز ثرواته ويحسن إدارة ثرواته ممكن أن يأمن عيشا كريما لأبنائه عيشا واسعا وممكن أن يشكل قوة كبيرة بالمنطقة ليس قوة عدائية أنا أريد أعكد عليها بعض دول الجوار نتيجة تجارب العراق والحروب والاتخاذ مع دول الجوار يخشون أن العراق يستقر ويخشون أن تتوفر عند مؤسسات مدنية وعسكرية قوية أمن سيادته لأن يخشون لا يتحول الاعتداء على آخر لا العراق إلى مصلحة في أمن واستقرار منطقة في أمن واستقرار شكرا لك دكتور إلى مصلحة بالسلام شكرا جزيلا لك على هذا الحديث والحوار الشيق دكتور رائد فهمي سكرتير اللجنة التنفيذية للحزب الشيوع العراقي شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر